ترأس معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السابع عشر للمجلس في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة أعمالها بتلاوة بيان المجلس بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة الدفاع البحرين بعد أن انتقل المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون كما نقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن حقوق المسنين المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وذلك بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وقرر المجلس الموافقة على إعادة التقرير إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة وافق المجلس اليوم على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المرافقة للمرسوم رغم واحد سين وجاءت أهداف المعاهدة لتشمل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام بما يتوائم مع اتفاقية تنوع البويولوجي وذلك من أجل الزراعة المستدامة والأمن الغذائي ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع قانون لعدة أسباب أبرزها أن مشروع قانون يأتي استكمالا لمنظومة تشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها من خلال تعزيز الشراكة الدولية لحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة على النحو الذي يدعم المساعي المحلية والدولية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الذي يعد مطلب أساسي من المنطلبات التنمية المستدامة